أعزائي المشاهدين برحب فيكم مرة تانية ولقائنا مع طبق الحلويات هنعمل أنا وحنين وعاتين تساعديني طبعاً هنعمل طبق كتير لطيف رول الحلاوة الطحنية يمكن أول مرة بتشوفوه نشوف مع بعض المقادير رول الحلاوة الطحنية كوب حليب ستة ملعقة كبيرة زبدة ثلاثة كوب دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة ربع كوب سكر ربع ملعقة صغيرة ملح حبة كبيرة بيض ملعقة صغيرة برش برتقال أو ليمون وملعقة صغيرة فانيليا سائلة الحشو اتنين ملعقة كبيرة زبدة لينة ملعقة كبيرة إرفة ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة نصف كوب حلاوة طحنية قطع صغيرة نصف كوب شوكولات الشبس ونصف كوب جوز مجروش ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة محشي بالشوكولات والحلاوة الطحنية مع القرفة شو رأيك؟ مشجع؟ طبعا اصلا من اسم المكونات بس من اسم المكونات عجبك اتفضلي انا قلتلك قبل شوي حتساعديني بس انا بهرق معاك مش عايزك تساعديني حتقدي توقلي وانا اشتغل انا عايزك تستمتعي عزا المشاهدين حنخلي حنين تتزوق الطبق ونبتدي نجهز المكونات اللي حنحتاجها طبعا انا عايزة افصل وانا بشرح لكم شو المكونات حفصل على الشمال الطحينة اللي هي مقادير الحشوة شوية زبدة الشوكولاتة او الشوكولاتة الصغيرة المقطعة اذا مش موجودة عندكم فيكم تستعمل الشوكولاتة الخام وتقطعوها قطعة صغيرة وشوية جوز مجروش هدولي على الجنب هاي المكونات حستعملها في نفس العجينة هنخليها هون هحتاج في الاول شو رأيك؟ شو الاخبار؟ رائع هسخن شوية حليب مع مقدار الزبدة وهدول اللي هستعملهم في داخل العجينة وخلوا بالكم هاي العجينة يعني فيها بيض فيها حليب فيها زبدة عشان هيك تعتبر كنوع من الكيك مش نوع من المعجنات هخليها على نار هادي هيك شوي بس يدفع عندي الحليب شوي ابتدي في أثناء ذلك في وعاء الخلاط اجهز مقدار لطحين واحنا دايما اتفقنا هادي انا وياكم خلاص اصبحنا اصدقاء في هذا الموضوع انه ما بنحط مقدار لطحين كله في الاول بنحط بالتدريج على حسب ما تاخد معانا العجينة فهادي الامور ان شاء الله تكون واضحة دايما معاكم عشان هيك انا هوني بتلاحظوا مش كتير بكون دقيقة في اني امسح المكيال بالضبط لانه هادي حسب ما بيسحب معانا طبعا الطحين هوني عندي شوي دقة في مكيال الخميرة لابد اكون دقيقة ويبقى ممسوح ملعقة الخميرة تبقى ممسوحة بالشكل هذا طبعا الاطباء الدقة عندهم اساس طبعا حضيف السكر وطبعا الكاكة هاي انا عم بقول عنها كاكة لانها زي ما اتفقنا مش معجنات اتس كاكة نسبة السكر فيها عالية شوي فارجو انكم ما تاكلوا منها كتير قطعة بسيطة لمزيد من الطعم احنا ممكن نطفي اعتقد انها هو دي خلاص اوكي لمزيد من الطعم اذا حبيته حضيف انا شوية برش البرتقال وبرش الليمون عم بتحس بطعمه حنين البرش البرتقال والليمون معاكي يعني معطي نكهة اه وخلي بالك انت شو عندك الحلاوة والجوز والشوكلت والحلاوة التحنية برضك انت عارف الها طعمها الخاص هيك شوية هو ميكستشور ميكستشور بالزبط بالزبط يبقى حطينا البرتقال وبرش الليمون وابتدي هلق اضيف بيضة بحب انا اكسر البيضة او الاشي في طبق قبل ما احطها مباشرة حضيف البيضة ومن فضلك اتناوليني بقى الخليط اللي عندك الزبط مع الحليب دافئ اعتقد اه اه اوكي مش مهمة عندي مية بالمية دوب الزبطة على فكرة المهم يكون عندي الخليط دافئ وابتدي اشغل موسيقى وبانتظار ما تتون عنا العجيمة موسيقى 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 تعالي القنز رحانين هيك قريبه جنبي لاحظة احنا طبعا هلأ ما بنقدر نقول حنضيفه طحين ولا لا لأنه لسه عندي طحين وما نخلط كله فبنتظر شوي كبه موسيقى هنا اصبح طبعا اجمد شوي برضو هلا بقلل شوي الكمية ما هحط ربع عشان ما يبقى اوفر وبردو بعجن تنسيش احنا ما حطينا فانيليا حرش شوي احط شوية فانيليا برضو معهم فترات بسيطة ما نكتر لغاية منتركها تاجن بعد ما تتشكل طبعا العجينة حوالي زي ما قلنا اربع الى خمس دقائق هيك العجينة تعتبر لسه طرية عندي بس اكون حريصة كل ما كانت العجينة طرية كل ما كان افضل عفكري ما بدي اياها تنشف عندي كتير هيك اعتقد ممكن نبتدي نعد الثلاث الى اربع دقائق هيك اصبحت عندي جاهزة هحتاج احطها في طبق مدهول ممكن اجيب اي طبق اي طبق عفكري متوفر عندكم في المطبخ بتقدروا تستعملوه في عنا زيت سبري اعتقد عندكم زيت زيت سبري تمام رشة خفيفة هبتدي بس الم العجينة بايدي او على الكاونتر زي ما بتحبوه هحطها بالطريقة هاي هسيبها في مكان دافي لغاية ما يتضاعف الحجم انا بحبها عفكري اشترب العجائن كتير 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 يعني خليها جنبك هناك من فضلك ونبتدي نجهز العجينة اللي صارت وردي عندي خامرة ومرتاحة بس بتسمع صوتها هيك زي الطبلة بعد اذنك هاطلب منك تعطيني لنا الشابة او الشوبك هلا بشل العجينة بحطها بالطريقة هاي خليني احط الطبق هدا الجنب وابتدي افردها الى مستطيل مع استمرار الرفش بالطحين طبعا عشان ما تلزق عندي خلتي بالك انا شلتها زي ما هي وابتدي افرد بابتدي افرد الى مستطيل قد ما بقدر احافظ على شكل المستطيل قدر الامكان خلتي بالك يعني نبذل شوي مجهود بس عشان فعلا تطلع عنا العجينة مستطيلة مستطيلة وتعطيني شكل برضو مزبوط في النهاية هيك المعقول بس خليني اعطيها كمان فرضي هيك بسيطة هيك تمام بحتاج هلا خليني ممكن تحطينا الشبه جنبك عشان ما يسيل عندي زحمة كتير حطيها هون اه جنبك اوكي بحتاج هلا شوية زبدة ممكن باي سباتيولة عنا زبدة تبقى لينة طلعينها من التلاجة قبل بوقت وطبعا انا عشان اكون سريحة معاكم هايز الوصفة تعتبر دسم شوي لانه فيها ما شاء الله مكونات كتير فما تكلوا كتير انا وصيتكم صح؟ نقل قطعة بسيطة بحاول بلسباتيولة هيك اوزع الزبدة بهذا الشكل بغاية ما تتغطى كليتها كويس بوزع الارفة ممكن استعمل المارجرين ما في مشكلة وزعنا طبعا الجوز زي ما قلنا زي ما قلنا ازا مش موجود عنا الشوكولت ممكن اجيب قطعة صغيرة من الشوكولاتة العادية الخام وقطعها بشكل مناسب وقدر استعملها اساسي بقى عندي في الوصف اللي هيعطيني فعلا الطعم اللذيذ الحلاوة الاطحنية بسيط طعمها حسيتي ببتدي اوزع الحلاوة الاطحنية بالطريقة هاي طبعا بالنسبة للمقدار احنا حاطين نص كوب ولكن حسب ما انتو بتحبو يعني ممكن توصلوها لكوب بس مش اكتر عشان ما تبقى اوفر بالتاست هاخد خليها يجنبي معنى شمال اذنك ارفة ويبودرة الكاكاو السادة شو رأيك هلا بهالطعم وهالفطيرة هادي خليني اشيل هدول من على جنب وابتدي اتكلم عن طريقة خبزها عشان لازم اكون انا مجاهزة لكم لصانية اللي هاخبز فيها هلا عندنا اقتراحين معلش انا باشتغل الدنيا مقلوبة بس عشان اشرح لكم بالظبط اما اني استعمل قالب الكاك اللي هو التقليدي اللي عندنا في كل بيت ماما عندها واحد زي هذا انا هذا اللي استعملته عشان نحصل على هادئ الكاكة زي ما انتو شايفينها بنفس الطريقة يمكن في ناس مش موجودة عندهم ما متحنين عندها بس اذا مش موجودة عندك ممكن تستعملي صانية عادية مدورة انا عندي هون فكرة كتير لطيفة خلي القالب هون ولا نحطه جمل هون عشان يبقى السهر تشوفوه ممكن اخد صانية عادية بالشكل هادا واعمل فيها هادي احط في الوسط هاد القطعة هاي القطعة بتبقى بتنباع لحالها خصوصي بدل الجزء اللي هو في الوسط دائما موجود هادا هون فبقدر اشتريها متوفرة وبحطها وحط الكاكة كأنه اصبح عندي قالب زو فتحة في الوسط زي ما بنسميه فشو رأيك عايزة هاي الطريقة او لا هاي الطريقة لأ خلنجرب هادئي ما بحتاج ادهن الصنية باي شيء ببتدي الف العجينة بهذا الشكل هلا لما بنوصل للاخر انتبه يا حنين ما بدني عجينة الف عشان ما تطلع الحشوة بشكل مش ما تدوس هلا وصلت هالمرحلة بقى من الاطراف بس اللي باخد هذا الجزء هو اللي برفعه لفوق بالضبط وضغط عشان اتأكر انها انقفلت عندي كويس وهاي من الاساسيات بهذا الشغل الصنية موجودة جن عندي احاول اخدها الفتحة اللي انا كنت بشتغل فيها ولزقتها تبقى في القاع تحت وابتدي اقفل الطرفين هدول على الجنب بهذا الشكل هذا احاول قدر امكان اعطيها نفس المقاس لانها كانت هون صغيرة فانقل وحطها في داخل الصنية بطريقة هاي ما نقفلها كتير هون لانها طبعا حتتمدد فاعطي مجال انها يكون عندي حوالي اتنين سنتي هيك على الداير بغطيها بورق النيلون او بغطيها بفوطة بسيبها في مكان دافئ لغاية ما يتضاعف الحجم وبعد هيك بداخلها فرن على درجة حرارة 190 حوالي 25-30 دقيقة لانها كبيرة شوي بتبقى لغاية ما تطلع عندي بالشكل هذا تمام سيبها تهدى شوي طليها من القالب قطعها وضيف حنين كمام عزا المشاهدين ان شاء الله تكون هالوصفة عشباتكم ونبتدي انا وحنين نجهز لكم الصفرة موسيقى 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 موسيقى